إلى الجنوب اللبناني حيث تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث زميلة ناهد جوسف ناهد كما نتابع من خلال هذا العاجل حزب الله يطلق صاروخاً تجاه موقع برانيت الإسرائيلي وقد سمع إطلاق نار لديك الكلام نعم سأترك الكلام جزيل للصورة وراءنا موقع برانيت العسكري الذي تحدثت عنه هذا الموقع الذي منذ حوالي العشرين دقيقة ويستمر القصف على هذا الموقع وهو موقع عسكري إسرائيلي كما يمكن أن نشاهد في الصورة صحب الدخان بعد تواصل القصف على هذا الموقع إسرائيل بالتالي ترد بقصف على خراج هذه البلدات كان منذ بعض الوقت سقطت إحدى القذائف في داخل بلدة عيتا الشعب حيث يمكن أن تشاهدوا الآن جزيل الآن أيضا سقطت قذيفة أخرى في داخل منطقة عيتا الشعب وليس في خراجها بل بداخل هذه البلدة جزيل هذا الرد الإسرائيلي الذي يأتي ردا على قصف حزب الله لموقع برانيت العسكري والذي بدأ منذ حوالي الثلث ساعة تقريبا في هذا الموقع المواجه لمنطقتين عيتا الشعب ورميش إذن يعني يأتي أيضا بعد سلسلة استهدافات قام بها حزب الله لعدد من المواقع العسكرية والتي تنقلت بين القطاعين الأوسط والشرقي أشير أيضا إلى أنه منذ حوالي الساعة كان هناك أيضا جزال قصف على موقع المنارة العسكري والذي أيضا ردد به إسرائيل بقصف بعدة صواريخ وبقنابل فسفورية على خراج بلدتي حولة وميس الجبل كان ذلك منذ حوالي الساعة أيضا في خراج بلدة كفرشوبة حصل الأمر نفسه كما أيضا في منطقة تيارون في القطاع الأوسط كان هناك استهداف لسيارة علمنا بحسب معلومات الحدث أن كان فيها ثلاثة أشخاص قتل شخص وأما الثنين جريحا وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات المحيطة بالمنطقة